القيم الحضارية في الإسلام السلام ومن القيم الإسلامية الحضارية قيمة السلام قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام يعرف السلام في اللغة الأمن والنجاة مما لا يرغب فيه فيقال سلم من الأمر أي نجا منه وتأتي كلمة السلام بمعنى التحية فهي تحية الإسلام وتحية أهل الجنة كما أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته والسلام مصطلاحا حالة إيجابية مرغوبة تسعى إليه الجماعات البشرية أو الدول في عقد اتفاق فيما بينهم للوصول إلى حالة من الهدوء والاستقرار والإسلام دين السلام فقد جاءت شريعة الإسلام عدلا وسطا في قضية السلام والحرب جامعة بين الأمرين بأحسن تشريع وأشرف بيان فهي قد جعلت السلام أصل المعاملة بين المسلمين وغيرهم وجعلت الحرب صدا للعدوان وحفظا للأديان والأبدان آثار السلام تكمن أهمية السلام في تحقيق الغاية والهدف من وجود الإنسان وهي العبادة فلا يمكن للشخص أن يعبد الله تعالى مع وجود الحروب فهو بحاجة للسلام والأمان تماسك أفراد المجتمع وزيادة قوة الأمة الإسلامية فالنجاح في الأعمال والتقدم والتطور في جميع المجالات تحتاج إلى السلام والأمان سير حياة الإنسان بالشكل الصحيح فيمكن له تنشيط العلاقات الاجتماعية مع الآخرين من دون ترقب وتخوف حماية المجتمع من اتشار الفساد والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية فوجود الحروب يجعل الحياة كأنها غابة القوي يأكل الضعيف ويستقوي عليه